اهلا بك يا دكتور يا حسام ازايك وزاي جمهورك الكريم اهلا بك يا دكتور منورنا اهلا وسهلا عايزي بقى نستفيد من خبرة حضرتك ورؤيتك وكمان انت معانا من واشنطن الكل بيتساءل يعني وانا هنا مش بصدد السؤال عن ازمة محددة وان كانت طبعا معلومة للجميع انه في اكتر من بقرة ملتهبة الان في العالم لكن اللافت انه الجميع بيتجه الى سباق تسلح محموم وغير مسبوق وده معناه مزيد من الصراعات قادمة في الافق وإلا هنجرب فين الاسلحة دي وهنستخدمها فين الاسلحة دي وهنوري للاخر احنا اقويس ازاي شايف ازاي هذي النقطة ولقيه مدى ممكن ان تكون يعني فاصلة في وقت بيشهد فيه العالم ازمة اقتصادية كبيرة للغاية يعني اولوية مفروضت كل التنمية مش للتسلح كلامك مضبوط يا حسام ولكن يعني انت عارف ان فيه يعني مراكز قوة في العالم هي شركات الاسلحة طبعا واعتقد ان اوكرانيا النهاردة يعني بقت يعني جهة صرف لمخزون الاسلحة اللي موجود التقليدية التي يعني عاف عليها الزمن حتى ما بيكلم النهاردة الامريكان هيبعثوا هيبعثوا وافقوا ان كمان النتج الصرف على التسليح في الولايات المتحدة الامريكية الميزانية الدفاع هتوصل تمنمية خمسة وتمانين مليار دولار ده رقم غير مسبوك امريكا بتزود كل سنة من ثلاثة الخمسة في المين اه هم قالوا في المناعشة الميزانية انه مش هنقل باي حال من احوال مش هنقل ميزانية الدفاع خلص ميزانية الدفاع خلص ايه ما زادتش لان بقى امانة جديدة حرب اوكرانيا اه في تصريحات من مدفيديو طالة الاسبوع اللي فات قال انها تبقى حرب طويلة ودي تصريحات احنا قلناها تكاهنات يعني مش تصريح ايه ان الحرب دي حرب استنزاف وسوف تكون حدودك قلت كده معنا قبل كده بالضبط كده النهاردة المدفيديو بجيء الحرب طويلة وحيتخلى لها فترات هدنة ممكن سنين وترجع تقوم تاني النهاردة يعني بوتين لا يملك رفاهية الانسحاب والهزيمة ولا يملك رفاهية الاستكمال الحرب بهذا المنوال انه بيحارب النهاردة فعلا نيتو الولايات المتحدة الامريكية النهاردة فيه ضربات في الداخل الروسي وتم تصوير معدات امريكية ويعني وصواريخ وطيراب كل الكلام ده كله بالتأكيد بيودي الاتجاه الى انها فعلا حرب استنزاف وانها حرب طويلة وانحنا حنعاني منها فما يجي بقى نتكلم في الاقتصاد والتسليح لا ما ينفعش يبقى لازم التسليح الاول لانك انت يعني الاتصاد بتاعك لو اهتز لو العملة اهتزت ممكن يتم تعويضه ولكن اذا ما تم خسارة حروب او خسارة دول او دخول يعني حرب على مئة ثالثة وبدأت مدن ودول تتساقط دي بالتأكيد كلفتها اكتر بكتير جدا من كلفت الاقتصاد الصين رفعت يعني التسليح بتاعها ال160 مليار دولار يعني من 160 عفوا ل320 مليار دولار يعني تقريبا الضعف روسيا كانت 75 مليار دولار نهاردة 160 مليار دولار وحتضطر ان هي تزود اكتر من كده عشان كلفة الحرب واستمرار العملات العسكرية اليابان والمانيا ودول البلطيق وكل الشريط المحازن لروسيا ده بيزود سلاح دلوقتي اليابان العقدتها يعني بعيد عن الحرب تماما ودستورها بيقول الكلام ده النهاردة لا في حملات طائرات يابانية وفيه السلاح الجو الياباني وسلاح البحري الياباني النهاردة الاسطول الامبراطوري النهاردة وصل لغاية بحر العربي يعني الخليج العربي في عماية السفن اليابانية الموجودة عشان الخلافات الموجودة في الخليج العربي يعني العالم كله النهاردة في حالة من الاحتقال النهاردة يعني يقال وفقا لتقديراتي ان الصين هتدخل تايوان 20-25 طيب النهاردة امريكا بعتت 640 مليار دولار في 640 مليار دولار سلاح لتايوان وزيارات متبادلة وزيارة نانسي طيب ينفع اسألك في الجزئية دي تحديدا ينفع اسألك في جزئية تايوان دي تحديدا لانه فيها شيء متعلق بالداخل الامريكي شوية مش فاهمين هو بي يعني بيقولوا انه انه في هذه الحالة ممكن الرئيس هو بنفسه يصدر هذه القرارات بارسال شحنات واسلحة وحتى بدون الرجوع للكونجرس الامريكي في هذه الحالة لأي مدى ده صح هقول لك بقى هو الدستور بيقول اعلان الحرب للكونجرس الامريكي وكان اعلان الحرب تم تفويد بوش الابن جورج دابليو بوش فيه انه يعلن الحرب وعمل افغانستان وعمل اعراق وادنانا في 60 دا يعشرين سنة بالزبط رجع بعد كده الاختصاص رجع للكونجرس تاني اعلان الحرب حاجة والعملات العسكرية حاجة بحق لرئيس الامريكي انه يحرق قوات تمام ويعمل عمليات عسكرية لازم خلال 48 ساعة يقتر الكونجرس وخلال 30 يوم يتم العمل العسكري اللي هو عمل ويقدم للكونجرس النتائج ويدلو 30 يوم تانية يسحب القوات يعني 60 يوم يكون خرب الدنيا بس ده اسلحة زي ما انت قلت لي 640 مليون دولار او ارسال اسلحة امريكية في حالة الطوارئ عفت الطوارئ والامن القومي الامريكي ومصالح الولايات المتحدة الامريكية من حق ان نوافق على صفقات سريعة اه وبالتأكيد الكونجرس يعني هيعدد من هذا الكلام ليه لان يعني زمان الكونجرس القانون ده من 1800 اللي هو 30 يوم و60 يوم ده ليه كانت حريق قوات بقى ودبابات ومدرعات وكانت حاجات على الارض كلها فبندونه 30 يوم عشو يتم العمل العسكرية النهاردة ممكن في 3 ايام يخلص العمل العسكرية بالضربات الجوية والصوريخ الكروز يعني الحرب الحديثة النهاردة مش محتاجة عبدا 30 يوم 30 يوم ده ممكن يعمل كوارث فيه لكن هو ده النهاردة القانون المعمول به في الولايات المتحدة امريكية يا حق له زي ما عمل ترامب وضرب 100 صاروخ على سوريا في 2017 وضرب يعني موجعة كانت الى النظام السوري وبشار الاسد ده بقرار شخصي من الرئيس الامريكي بعد مجتمع مجلس الامن القومي الامريكي في situation room بقى غرفة الحرب وتم اعطاء الامر فيجوز الرئيس الامريكي ان يعمل عمليات ويجوز له في حالة الضرورة القصوى انه يعمل صفقات للضرورة القصوى لحفاظ على الامن القوم الامريكي لكن الصفقات بيع السلاح لا لازم يوافع عليها الكونجرس بيع السلاح يعني مثلا الناس كتير فاكرة ان المملكة العربية السعودية قدت لامريكا 425 مليار دولار ده اللي بيتقال كلام دي غير حقيق الصفقة كلها 185 مليار دولار على 10 سنين يعني 18.5 مليار دولار في السنة اسلاحة للسعودية لتم تنفيذ لغاية النهاردة بعد 4 سنين من الكلام ده داخلين في السنة الخامسة ما يزيدش عن 25 مليار دولار ليه الكونجرس وقف صفات لكن اوكرانيا مثلا الوحدة فوق 40 مليار دولار لكن اوكرانيا اللي فينسو 40 مليار دولار يعني بس العقد 185 مليار دولار يعني الناس بتشوف ازاي ما هي بيه بص اتعرف الاتفاق اللي حصل ما بين بايدن وما بين مكارثي مكارثي اه اللي هو اعفاء الحكومة الامريكية من الاتزام بسقف الدين اه يعني اطلع سندات بقى وتشتغل وده اللي حيتام التصويت عليها بس هم قالوا يعني بس مش وفتوح قوي كده لانه قالوا يوم الحد هنحط حل واسط ما هو ما قالوله ايه قالوله هو طالب واحد وسبعة من عشرة اه يعني تريليون دولار زيادة قالوا لا تسعمائة وتمانين بس خلاص وحيبدأ الكلام ده لغاية يناير خمسة وعشرين عشان يعدوا الانتخابات اللي جاي عشرين اربعة عشرين بيبقاش في مشكلة في سقف الدين تاني لان مشكلة في سقف الدين فعلا ممكن يتم احراج الوقت المتحدة الامريكية بعدها مسرد ديونها يوم خمسة ستة اللي جاي لو ما تمش التصوير وتم استمح لامريكا انها تطبع سندات وانها هتستلف مش هتدفع اقصد ديونها وهيتم تخفيض التصنفة الاقتمانية الناس فاكل دي لا ده غير ان هي هتعق على اتباع العالم كله وده مش ده هيدرب اسواع العالم كلها يعني البورصة بسبب طول فترة المفاوضات البورصة خرصة خمسة وعشرين في المية من قيمتها الاسبوع اللي فات متوقعنا تخسر خمسة عشرين في المية ثانية في الاسبوع اللي جاي لو ما تمش التصوير يوم يوم الثلاث يوم حتفتح البورصة لو ما تمش التصوير طبعا حتنهار تاني فالموضوع كله العالم كله على فكرة منتظر هذه القرارات لان كل البنوك المركزية هترفع سعر الفايدة يعني نسبة البطالة المتوقعة في الوقت المتحدة الملكية هتزيد عدد الوظائف اللي حيتم فقدها حيزيد كارسة عدم يعني انفق الحكومة الفيدرالية يعني بيسموها الاغلاق الجزئي ده كارسة وهو بالتأكيد هو ليه عاوز واحد سبعة من عشرة تريليون هو عاوز يدفع فلوس في مشروعات بيسموها البرامج الفيدرالية رشاو انتخابية عشان الانتخابات اللي جاي عشرين واربعة وعشرين ربعا الجمهوريين مش عاوزين ان هو ياخد الميزة دي ان هو رئيس وبيعمل دعاء النفس لا يا حبيبي مش واحد سبعة من عشرة لا حنديك بس تسعمائة مليار تسعمائة همانين مليار فقط مفهوم طبعا عايزة احناك سؤال تاني هي العملية كلها انتخابات طبعا ماشي بس بتيجي على دمار كلها سراح انتخابي طبعا سؤال تاني في موضوع التسلح انتخابات الامريكيين مفهوم طب سؤال تاني يا دكتور ماك في موضوع التسلح دلوقتي انا قريت اكتر من تقرير دولي الخطورة في موضوع التسلح كمان مش البقر الملتهب اللي هي زي بحض الصين الجنوبي او المواجهات الببشرة زي اللي بيحصل دلوقتي في الحرب الروسية الاوكرانية او في غير من المناطق دلوقتي اصبح فيه تخوف جديد من سباق التسلح الصاروخي لانه فيه انسحاب من معادة نيو ستارت وروسيا بتطور صواريخها امريكا بتطور صواريخها ايران الصين كوريا الشمالية كوريا الشمالية يعني الصباق الصاروخي ده ده بيهدد كمان ببرحلة صعبة من الصراع العالمي يعني اي صاروخ ضرب كده هيرد في وش الكل بعدين دلوقتي فيه السلاح الانهو التكتيك اللي هو قنابل محدودة القدرة تمام يعني اتدمر بس ايه 12 كيلو 15 كيلو متر مربع متر دايرة يعني سيركل كده دايرة 15 كيلو يعني ممكن تشيل مدينة من على الارض دا قنبلة نووية تكتيكية خلاص دا كارس وده موجود النهارده السباق تسلح فيه عالي جد التصريح اللي قاله متفيدف على موضوع النووي برضو نسمى فيه موش قوي هو فيه تصريحات قالت اما طلع وزير الدفاع الامريكي وقال لن نسمح بهزيمة اوكرانيا وانه احنا احنا بعت لها كل انواع السلاح وسيكت كل انواع السلاح دي تشمل ايه سلاح النووي يبقى ممكن يعني امريكا واوروبا يدوا اوكرانيا نووي عشان تدفع عن نفسها ومتبقاش فيه فناء شامل لاوكرانيا رد عليمت فيديف قال لو حصل كده احنا هنعمل ضربة اصطباقية وبالفعل بدأ نشر السواريخ النووية يبقى فناء لكل نفنا كلنا هو بالتأكيد هو اصلاح ردع ولكن الكلمة التصريح اللي طلع من وزير الدفاع من البنتاجون الامريكي تصريح فيج يعني فيه ضبابية تمام يعني اديها كل عنواء سلاح طب لح مفروض تقول كل عنواء سلاح التقليدي لان بالتأكيد الناحة التانية بوتن ما بيقدرش يصرح التصريحات دي فبيسيب مين ميت فيديف ميت فيديف طبعا رئيس سابق لروسيا وهو كان بعد ما تم بوتن فترتين رئاسياتين وفق الدستور القديم ميت فيديف ميسك بس كان بالتأكيد دوبلير يعني مفوتن فهو يعني بيواصل للرسائل اللي عايز ووصلها بوتن للعالم من خلال ميت فيديف هو رسميا ما تمش التصريح ولكن ميت فيديف قال الكلام ده واعتقد ان بالفعل تم نشر صوريخ نووية داخل بيلاروسيا بتاخد 3-4 شهر ليه اعداد الاماكن واعداد ان طبعا الموضوعات دي محتاجة يعني حماية ومحتاجة كمان تدريب ومحتاجة امن وسلامة لان هذه الاجراءات لو تم اي عبس فيها او اي خطأ فيها الكارسة فيها خلاص يعني الغلطة فيها يعني سبا اتصال الوحدة مستمر يا دكتور ماك انا بشكر الحلقة طبعا شكرا جزيلا وشكرا لقراءتك كنت معنا من واشنطن دكتور ماك شرقاوي المحلل السياسي شكرا جزيلا